السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم أن نخضو صفحة 37 من كتاب فضاء الرياضيات للمستوى الثاني ابتدائي أن نخضو الحصة الثالثة التمرين الخانس قال لنا أستعمل المستقيم العددي في نوع المستقيم العددي هو هذا غمستعمله وجدول العد هذا هو جدول العد والمكعبات وأحسب مجموع 18 و15 18 و15 أنطلق من 18 وأضيف 2 لأكمل إلى 20 وأنثقل بعشرة ثم بثلاثة وأضيف 3 في الآخر ثم أضيف عشرة أضيف 2 في البداية هادو في ممكننا عندنا؟ لذلك نضيفه أول شيء نضيفه من 18 حيث هم ما يعطيني؟ أعطيني أنني أجمع 18 و15 أجمع المجموع فمن أيضا أن نضيف 18 وأنني أضيف 18 وأنني أصلها إلى 15 أضيف في الأول بجوش 18 ويصل إلى 20 كما نصل إلى 20 كما نصل إلى 20 نستطيع أن نزيد بعشرة حتى الثلاثين من بعد نصل إلى 20 أضيف عشرة هي أولى تلاثين كما نزيد ثلاثة حيث جوج زائد ثلاثة كما تساوي هي خمسة خمسة زائد عشرة كما تساوي هي خمسة إذاً نزيد بعشرة حتى الثلاثة نزيد بعشرة حتى الثلاثين ونزيد تلاثة ثلاثة ونزيد الثلاثة وإذاً 18 زائد 15 كتقني 33 هذه بالنسبة للمستقيم العددي حتى الثلاثة تلاثة هذه الطريقة الأولى هناك ضوء الطريقة الموالية هي التي سنستعمل فيها الجدول العد والمكاحبات عندنا أحد جوج ثلاثة هنبدأوا أول حد وقال لنا أجمع الوحدات في البداية طب مثلاً فلا أجمع العدد من جوجها من الأرقاب هذا العدد من جوجها من الأرقاب وهذا العدد من جوجها من الأرقاب وعندها يكون عواماً أنت تضع 18 تضع واحدة وهي اللهم الجمع أن يسمع اللهم التجوج في حال وحال أنت تضع 18 سكتزد الزائد وأنت تضع 15 كيف أتضع 15؟ أتضع طريقة أو تضع 18 تقول انا اضع 15 لك لا خسرك شنو تدير الوحدات تحت الوحدات العشرة تحت الهشرة يعني 8 تحتها 5 1 تحتها 1 من بعد شنو تدير اول حالة هي تجمع الوحدات 8 زائد 5 تضع 8 في طماغك و تضع 5 في يدك 8 9 10 11 12 13 13 مجموعة الوحدات 13 هنا اعطيتنا هذه المكعبات نحسبو بهم مثلا قال لك هنا 18 هذه 10 و 1 3 4 5 6 7 8 هذه كذلك 10 وهنا 1 3 4 5 يعني شنو تدير كنجمع هدو بشوش اذا جمعتم شحلة الثانية هذه قلنا 8 9 10 11 12 13 هي احتب المكعبات خرجتنا 13 المرحلة الثانية ثم اجمع الوحدات لأكون قضيبا 10 من بعد فجمعت انا هذه الوحدات فجمعت هذا مع هذا اعطاني 13 وحدة شنو اعطاني في المجموع اعطاني 13 13 نوه هو 10 و 3 يعني 13 و 10 و 3 كنت اعطاني 13 ما هي حونة ثم ياه من اللحظة ثم نعطى ثلاثة واحدة العدد وذيك الواحد يهتم على وضع الإحتفاظ ثانية فهمت ؟ يعني كذلك في الجيمة التي تشجل مثلاً الوحدات ويكون لي 13،14،24 مميس sanding نضع غالية الوحدات هنا ونحتفظ بالعشرة الفوق الحسن نضغط الوحدات الثالثة وأولاد لي مع العشرة ونبقى مع الوحدات لكذلك لكيفية الوحدة الثالثة أو الجوزة الثالثة نحوذhrها مع الفئة الخطة ونحتفظها مع العشرة اليها نضع ثلاثة ونحتفظ بالواحد ثالث مرحلة أجمع العشرات في الآخير يعني من بعد ما جمعت 8 زائد 5 وعطتني 13 كنحط ثلاثة ونحتفظ بالواحد وكنولي نجمع الواحدات العشرات عفوا بوحده واحد زائد واحد بجوج زائد واحد ديال الاحتفاظ يا ثلاث إذن شحل أعطتني ثلاثة وثلاثون نفس الشيء اللي أعطتني هنا أنا عود نشرح لكم بطريقة أخرى هي هنا يكن عندي قضيب واحد وهنا قضيب واحد من بعد فجمعت الواحدات واللو عندي ثلاث يعني ولو عندي ثلاثة ديال قضبان شنو كنديرهم؟ كنجمع واحد جوج ثلاثة ثلاثة ديال العشرات وثلاثة ديال الواحدات هي ثلاثة وثلاثين ثلاثة ديال العشرات وثلاثة ديال وحدات وهكا نكونو سالينا التمرين خامس دابا عندو زول التمرين تستا ونشوفو شنو كيقول لنا تمرين السادس شنو كي قولينو قلين في المرعى 265 رأس غنمين يعني في واحد المرعى كينا عندنا 265 رأس غنم المرعى هي ذيك البلاسة فين كي حطو فيها الغنم او لا كي ما كنقولو احنا الخرفان يعني كين 265 خرف وفي الحضيرة 152 رأس غنمين كينا في المرعى كينا عندنا 265 خرف ولكن في الحضيرة كينا عندنا 152 خرف ما هو مجموع رؤوس الأغناني في المرعى وفي الحضيرة اذا بغينا نجمعوه في المرعى وفي الحضيرة ونعرفوش حال عندي انا ديال الأغنان ما الذي يوجد في المجموع؟ لكن في المجموع الذي يوجد في المرعاة والحضارة ما الذي يوجد في المجموع؟ استعمل المكعبات بالمسبة للوحدات وهذه العشرات وهذه المئات إذا وصلت إلى المئة لا يمكننا استعمال هذه وجدول العد وأحسب مجموع مائتان وخمسة واتيتون ومائة واثنان وخمسون أول شي يوميبة فأجمع الوحدات في البداية إليك مائة واثنان وخمسون ومية وخمسة وشتين إليك مائة وو�ادات ولكن 늘 أفهم بي المكان إليك لدي أنا مائة واثنان وخمسة وا Sammy وعن Google إليك مائة واثنان منagerية هوات لا ي TALIESIN جوز زائد حوثان نضع 5 في دماغي و نضع جوش بيدي هي 7 5 في دماغي و جوش بيدي 6 و 7 هنا مثللية 152 نحسبها هنا مئة واحدة هنا مئة واحدة 1 جوش ثلاثة أربعة خمسة 50 وهي جوش 152 هنا مئتين مئتين و جحل مئتين و 1 جوش ثلاثة أربعة خمسة 6 مئتين و ستين وهنا جحل 1 جوش ثلاثة أربعة خمسة مئتين و خمسة و ستين نجمعهم إذا جمعت الوحدات شنوع تتاني تتاني 1 جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة ثم أجمع عشرات عشر عشرات وأكوينه صافحة أو مئة من بعد ما نجمع الوحدات حييت الوحدات ما بقيتش أن يتم بيهم دبا العشرات ما حل عندي أنا من عشرة ما حل كانت عندي من عشرة 1 جوش ثلاثة أربعة خمسة ستة ثبعة ثمانية تسعد عشرة عشرة دي العشارات كيت سوي مئة عشرة من العشارات كيت سوي مئة حسابت عشرة نحييتهم نربطهم في المئات هذه عشرة حييتها ربطيتها مع المئات حييت أولت لي مئة ولا تصافحة ما بقيتش غير مئة يعني طلعت على العشرة ولت مئة يعني عشرة العشارات فاش نجمع عشرة دي العشارات كيت سوي مئة يعني كنهزهم ونضعهم مع المئات فاش هزيتهم وحطتهم مع المئات ما ستبقى إليها؟ نضع عشرة واحدة نضع واحدة شنو أولا بغينا نحسبوها بطريقة أخرى ما هي؟ هي خمسة زائد ستة كيت سوي إحدى عشرة حتى تستفض مغك وزيد خمسة سبعة ثمانية تسعد عشرة احنا زلنا خمسة هي حداش كان حط واحد وكان احتفض بالواحد يعني أنا احتفض بالواحد شنو كان عندي؟ كان عندي جوج زائد واحد هي ثلاثة وواحد دي الاحتفاظ هي أربعة ولجينا بالنسبة للصافحات رواحد جوج ثلاثة أربعة وهكا كتتم عمليات الجمل إذن مئة واثنان وخمسون زائد مئتان وخمسة وثنتون كتتساوي أربعمائة وسبعتاش وهكا تمت عمليات الجمع بالنسبة للتمرين السادس هكا نكون صلينا صفحة 37 من كتاب فضاء الرياضيات ان شاء الله تكونوا فهمتوا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة